السلام عليكم ورحمة الله نتحدث الان عن تشخيص التوحد وفي البداية طبعا تشخيص التوحد ليس بالامر السهل ان احنا قبل كده ان التوحد اعاقة يطلق عليه الاعاقة الغامضة طيب كمان لان الاطفال التوحدين غير متجنسين في قدراتهم وخصائصهم انا دايما اقول في على مستوى الاعاقات بكل كل فرد حقلة خاصة بنفسه كل فرد او كل طفل معاقع حقلة خاصة بنفسه وخصائصه اللي بيتميز بيها وبتميزه عن الاخرين بالنسبة لاعاقة طيب كمان علينا التوحد من الاعاقات اللي احنا قلنا عليها تشخيصة لحد ما بيكون صعب ولكن بدأت تكون في اختبارات اذا كانت عربية او مترجمة عن اختبارات اجنبية خاصة بالتوحد في وطننا العام طيب من اول الناس طبعا احنا قلنا اللي تحدثهم عن التوحد كان كنر وطبعا حدد بعض المحكات كنر من اول الناس اللي تحدثهم عن التوحد وحطونا بعض المحكات من اهم محكات اللي وضحها الضعف في التواصل مع الاخرين واحنا قلنا دايما احنا بنكز على نقطة التوحد عندهم مشكلات في في التواصل كمان الاسرار على اتباع الروتين لهم الروتين هم يعني بالنسبة لهم اساسي يعني انا متذكر انا كان عنده حالة من حالات التوحد يعني له مكان خاص باشياء الخاصة لازم تتحط في نفس المكان لو اتنقلت او اتحركت لا يحطها في نفس المكان بحدود محددة طيب كمان عندنا ظهور نعمة لغوي غير مفيد في التواصل الاجتماعي بعضو في نعمة لغوي مفيد في التواصل غير مفيد في التواصل يعني اللغة اللي عندهم يعني غير مفيدة في التواصل الاجتماعي في بعض الاحيان بتبقى عندهم حالات عندها زكرة جيدة يعني في اختباط الزكاء او زكرة جيدة في مجالات معينة او انا بعضو متذكر كان عنده حالة من الحالات التوحد كان عنده قدرة قوية جدا في إجواء العمليات الحسابية إذا كانت جامعة أو ضربة أو طرح فكان بالنسبة له شيء مميز كمان في نقطة قد عايز نتكلم عليها الإصرار على التباع الروتين إن التوحد أو أطفال التوحد عندهم روتين يعني خاص بهم قوي جدا إنه هم يحبوا الأشياء أو من الأشياء لإنه يكون عندهم أشياء موضوع في مكان معين بنفس الحدود بنفس الأبعاد وأنا متذكر إن في بعض الباحثين بتحدثهم في ألمانيا نفسها استفادوا من ده إنه هم كانوا بيستفيدوا من أطفال التوحد في وضع بعض القطع الخاصة بجهاز الكمبيوتر في مكان محدد يعني حاول يجبوا بعض الناس المدربين على كده حصل مشاكل في أجهزة الكمبيوتر ولكن عشان الأطفال التوحدوين عندهم يعني سلوكيات خاصة بيهم أو محددة جدا كانوا بيستفيد منهم في النقطة دي وطبعا يعني بصراحة يعني أنتاجهم إنتاج مفيد في نقطة إنه هم استفادوا منهم في أجهزة تصنع أجهزة الكمبيوتر تصنع أجهزة الكمبيوتر تصنع أجهزة الكمبيوتر